بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا في عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجع وما بعد رضى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسن إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضرتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم وبنأكد على تبسيط العلوم ما بناخدش الحاجة بالتفصيل ولكن بناخدها إجمالا وبصورة مختصرة عشان نسهل عنينا الأمور بنتكلم النهاردة عن أحد العناصر اللي هو عنصر الكربون فبنتكلم على كربون سايكل أو دورة عنصر الكربون في الطبيعة بنشوف مع بعض أدي الدورة أهي هنلاحظ ملاحظات أساسية نمنى واحد اللون الأخضر الفاتح ده اللي أنا عمله اللي هو خاص بالمكون الحيوي اللي هو فيه كائنات الحية أو معناصر الحية في النظام البيئي فين النظام البيئي؟ حدود النظام البيئي اللي اتفقنا عليها الملقطة دي اللي هي عندنا المنتجات المستهلكات المحللات ده المكون الحيوي طيب والمكون غير الحيوي هنا بقى فرقنا فيه غاز ثانوكسيكربون فده سيبقى موجود في الجو أو دايف في المية زائد بقى المخزون الموجود في الطربة عشان كده هنلاقي المكون غير الحيوي اللي هي العنصر غير الحيوي في النظام البيئي موجود على بوكسين أو سندوقين موجودين أهو هنبدأ ان مخزون ثانوكسيكربون الموجود هنا خلاص عشان ينتقل أو يروح للمكون الحيوي مفيش ركائن واحد أو نوع معاحد من الكائنات هو اللي يستطيع انه يثبته سواء بالبناء الضوئي أو البناء الكيميائي بناء الضوئي أو البناء الكيميائي اللي هي النباتات التحالب وبعض نوع البكتيريا اللي فيها أصباخ المنتجات أو النباتات أو الكائنات ذاتية التغذية هتاخد الكربون ده مش هيبقى قدامها غير سكيتين اتنين ان هي بتتاكل بوسط المستهلكات اللي هي عن طريق الاستهلاك أو التغذية او انها بتقع و بتتحلل حتى المستهلكات برضو هتتحلل و هتتحول هنا المحللات هتحول الكربون اللي اتاخد في الأنسجة بتاعت النباتات و المستهلكات و كلام ده كله هتروح توديه كوقود حفل لما هيدفن في الأرض لملايين السنين هيتحول بقى يكون مغزون الطربة من الكربون في صورة سخور جيرية و فحمه بترول هل الكربون اللي موجود هنا هي دي السكة الوحيدة بس اللي يخرج من هنا يروح للأرض؟ لا تموها المنتجات النباتات و المستهلكات و هم عايشين بيتنفسه اه يبقى بيطلعوا ثاني اكسيد الكربون او لو فيه احتراق فهيرجع تاني للهوى او للماء يبقى ثاني يبقى ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو او في الماء خلاص هيتم امتصاصه بسهم واحد فقط يعني المستطيل ده ما فيجب السهم واحد هو اللي نازل على المنتجات او الكائنات ذاتية التغذية ده البناء الضوئي او الكيميائي الكربون اللي حيلف في اللفة دي هنا داخل الكائنات الحية ياما حيروح حيدفن في الطربة نتيجة التحلل وحيروح كواقود حفري في مغزونه الطربة من الكربون والسخور الجريه والفحم والبترول او اثناء حياة هذه الكائنات او هي بتتنفس او فيه احتراق بيحصل هيرجع تاني للهوى طب ده كده خلاص علفنا سكته نمشي بقى مع هنا طب المغزونه موجود في الطربة ده هيحصل له ايه ممكن فيه جزء منه دوبه بالنتجة تفاعلات كيميائية يرجع يمتص مرة تاني او النتيجة بقى الاحتراق وده الغالب اللي هو السخور الجريه الفحم والبترول والغاز الطبيعي وكل ده احنا بيستخدمه عشان نحصل على الطاقة بنعمل في ايه بنحرقه سواء في المصانع او في المكان او في السيارات وهذا الاحتراق ينتم عنه ثاني اكسيد الكربون او اكسيد الكربون عموما اللي بتتصاعده بترجع تاني للجو او بتتصرف فيه المال يبقى ازا بيتم تثبيته بالبناء الضوي او كيميائي خلاص بيتم تصريفه ياما بالتنفس والاحتراق ويرجع تاني او بالتحلل ويمجيه يراجع كتغزين وقود حفري الوقود الحفري اللي هنا المغزون الجريه الحيو اللي هنا ده ياما جزء منه ممكن يرجع ينتص تاني بوسطة النباتات او يستخدم بسرعة او باقرة او انه يتم احتراقه للحصول على الطاقة وحرقه فبيحصل احتراقه يرجع تاني للنظام طيب نشوف مع بعض الفيديو الفيديو اللي احنا هنشغله اللي هو الكربون او دورة الكربون الكربون سيكل حنلاحظ هنا اني ساني اوكسيد الكربون موجود كور الحمرة والكور الز candid فالكور الحمرة اللي هي بتطلع من النظام البيئي للهوا شوف بقي بيطلع منين اللي هو بتاعة المصانع وبتاعة السيارات والاحتراق اللي بيحصل ده رأس نوعها ساني نوعه او احتراقه کاغل بينحرق الخشب او او احتراق الغابات الأسنال التنفس بتاع الكائنات الحية بيطلع ثاني اكسيد الكربون طيب ده كله بيطلع فين في الهواء اهو طيب في حاجة بتطلع تانية اه ممكن هنا نتيجة الكائنات الحية الكربون ده اللي هو نتيجة موت او فضلات الكائنات الحية كلها بيحصل او تحلل عشان يرجع تحت هنا ملايين السنين بعد ما يدفن نتيجة الحرارة والضغط فبيتحول الى وقود بنتطلعه بقى فحمة او بترول او غاز طبيعي الى اخره طيب الكربون اللي في الجو ده بينزل هنا ازاي اما بينزل بيدوب في البحر والمحتاط في المياه بتاعت البحر والمحيطات او انه الوسيلة الوحيدة انه هو عن طريق الفوتو سينسيس اللي هو البناء الضوئي ويبتدي ايه ياخد الدورة بتاعته لما يعمل البناء الضوئي بتتحول لمواضع عضوية بتتاكل بواسط المستهلكات او انها تتحلل وترجع تانية اما هنا في الارض واثناء حياة كل الكائنات دي بيحصل عامية الريس بايريشان اهو التنفس بتاع الكائنات الحية انسان وحيوان والنباتيات بيتنفس ويتطلعها سينسيس الكربون مخلفات المصانع يتطلع سينسيس الكربون احتراق السيارات يطلع سينسيس الكربون حرق الغباط بيطلع سينسيس الكربون كل ده بيطلع اللي بينزل بقى عشان يتثبت او بيخش انه هو النظام البيئي من نتيجة البناء الضوئي او انه بيدوف في المياه بتاعت البحر والمحيطات تمام بينزل يتخزن هنا في التربة وكده بنكون شوفنا دورة عنصر الكربون في الطبيعة ان كنت وفقت فمن الله وان كنت نسيد شيئا او اخطأت فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وإلى ان نلتقي في فيديو جديد بمشيئة الله من فيديوهات تبسيط العلوم اترككم في رعاية الله وامانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته